اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه يا جمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائل المستمعين واسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي إذن مستمعين كما عودناكم هذا البرنامج عبارة عن ساعة إذاعية صحية نحاول أن نصل بها وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد والذي إن شاء الله سوف يقين من العديد من الأمراض بإذن الله تعالى نتمنى الصحة والعافية للجميع أرقام التواصل معنا على 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسائل النصية على 4-0-6-4-0-6 كل الشكر لفريق العمل معنا اليوم في الإعداد الزميل يوسف سعد في التنسيق ميرا الاختلي في الإخراج والزعتر والقواسمة آسف وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي عدوال شنسي والله يسامح أبو كريم أقول لعطنك هذا اللقب ومشي عليه يقول لك هاكل يوم ساير والساير الموارد البشرية حتى في الموارد البشرية مغلطين في اسمك الله المستعان عمومة أجواء جميلة مستمعينة يعني نبتدي هذا الأسبوع بإنجازات جميلة إن شاء الله نحاول من خلالها يعني نستغل هذا الجو الجميل بإفشاء الطاقة الإيجابية دائما على نفسك وعلى الناس اللي حواليك يعني ما في أحلى من أنه كنت يعني تعطي الناس هذه الجرعات الإيجابية مع هذا الجو الجميل نقرأ معاكم دراستنا اليوم تقول دواء جديد ينقذ الذاكرة من الاكتئاب وأمراض الشيخوخة من المقرر أن يدخل الدواء المصمم لعكس النسيان اليومي الذي يحدث في منتصف العمر في مرحلة التجارب السريرية على البشر وأظهر الدواء الجديد نجاعة في عكس مسارات تدهور ذاكرة كبار السن من الفئران بما في ذلك في المراحل المبكرة لمرض الزهايمر وبما أن ضعف الذاكرة يمكن أن يؤثر أيضا على الأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي فقد يخفف الدواء من بعض الآثار المترتبة على حالات مثل الاكتئاب يقول العلماء إن الدواء الذي لم يستخدم حتى الآن إلا على الفئران قد يمكن من إعادة خلايا الدماغ إلى نشاطها الشبابي مثل ما كانت عليه في يوم من الأيام خلال التجارب تمكن العلاج من عكس فقدان الداكرة في الفئران التي خضعت للتوتر وبعد ثلاثين دقيقة من العلاج كشفت الفئران عن مستويات طبيعية في قدراتها يعني مشكلة الداكرة يعني الكل يعاني منها ما أدري في أكلات معينة في شغلات معينة ممكن أن تساهم في تعزيز الذاكرة يمكن سبحان الله أنا بنقل هذا السؤال حق خصائية التغذية العلاجية عندنا فاطمة الخروصي بتكلمنا اليوم فقرتها عن الأطعمة العضوية فاطمة واشي صبحت الله بالخير أثنين في أشياء معينة ممكن تنشط عندنا الذاكرة إذا كلناها طبعا هي أكيد في أطعمة كثيرة وعدة يعني تنشط الزاكرة بس هو يعتمد كذلك على الأطعمة على طبيعة الشخص هذا هل هو أصبع مصاب أمراض يأخذ أدوية هل إنسان طبيعي أتكلم عن إنسان الطبيعي خلي اللي عندهم أمراض يمكن شخص ما محتاجين دورة علاج معينة ولكن الإنسان الطبيعي كل ما كانت الأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن والمصادرها تكون عضوية كل ما كان أفضل طبعا بالنسبة للأطعمة الموجودة فيها هذه الأشياء والأوميغافري بعد ممتاز في تحسين وظائف الدماغ عندك الأطعمة مثل المكسرات التي تساعد على تعزيز نمو أو تطور النمو عند الأطفال حتى اللي هم في مرحلة الدراسة الشباب المراهقي في مرحلة الدراسة تركيزهم على المكسرات على الفواكه اللي هي مثلا التوت والعنب والأطعمة هذه اللي تكون فيها الفواكه اللي هي الحمضية فهذه فيها تركيز عالي من البيتاميين سي بيتامينات اللي هي البيتولف والبي سيكس هذه اللي فيها منسبة عالية تساعد على تحسين وضاءة في المخ جميل طيب الأطعمة العضوية صبعا شو بتخبرين عن الأطعمة العضوية اليوم عن الأطعمة العضوية طبعا صارت بعض الصرعات الهائلة خاصة في السفرة الأخيرة وشتهرت الزراعة العضوية عندها يعني في دولة الإمارات من عدة شركات كانت يعني تواصد عندنا في المحلات التجارية الكبيرة فهذه الأطعمة العضوية هي عبارة على أطعمة تساهم في حماية البيئة أول شي من فوائدها كذلك أنها تنتج من مواد مستخدمة في المواد الأسمدة والمواد الكيموية الطبيعية طبعا الإنسان أو الشركة اللي المفهوظ أن تستخدم هاي الأسالب الزراعية في تنتاج هاي الأطعمة يجب أن تكون حاصلة على شهادة زراعة عضوية ومضع أي شركة تدخل في هالنظام أيضا من يعني يقفد فيها اللي هو الطعام النظيف اللي يتم إنتاجه بشكل صحي وآمن يسمونه الأورغانيك يعني الأورغانيك أو العضوي بالعربي أو الأورغانيك بالإنجليزي وهو يعتمد أنه يكون دايما منظيف ما في أي شوائط ما في كيمويات كيمويات وآمن دون تدخل أي من المدخلات غير طبيعية مداخلة فيه جبيل طيب الحقيقة مثل ما قلت إنه هذه ممكن تكون صرعة ولكن أنا أشوفها يعني صرعة جميلة الواحد يعني أتذكر أحد الأجانب كان يتحدث عن الأطعمة العضوية يقول أسعارها أغلى من الأطعمة الثانية صحيح رد عليه الدكتور قال يا أخي ما عري أنت الحين لا قدر الله إذا مردت ولا صار لك أي شيء كم بتدفع علشان أنت تصلح الأمراض اللي فيك صحيح هو هو نفس الشيء تقريبا إذا ما كان الاستثمار أصلاً في صحتك يكون أفضل أنك تستخدم هذه الأطعمة العضوية عموماً هل هي فقط فعلاً الأسعار فعلاً أسعارها مرتفعة أحوال لكن بالنسبة للباقي الأطعمة الثانية في أطعمة كثيرة ممكن أنا أقول لك هاي أطعمة ممكن نستخدمها مواد عضوية وبعدين أسعارها تكون رخيصة بالنسبة لباقي الناس مثل عندك الفاصول عندك الشاي في أنواع من الشاي يكون عضوي وممكن يكون مضافلة في عندك الفواقه المجمدة عضوية اللي هي فواقه طبيعي وجمدت طريقة عضوية طريقة سهلة فكرة أن مثلا التاريخ الانتهاء عندها ما بين 6-12 شهر وهي من أفضل العصائر الممكن إنسان يستخدمها على مدار السنة بدون ما يحتاج إلى موسم معين البطاطا بعد ممكن نستخدمها دائما وهي من الأطعمة العضوية الرخيصة عندك التواب المجففة ما تكلف عن أطلاق وتكون خفيف دائما تكون بعيدة التفاح هو على رأس قائمة الأطعمة أو الفواكه الذي دائما يكون تفاح عضوية وغير مكلف أبدا عندك الحساء العضوية أو الزيت الزيتون هذا بعد من مفادر عضوية ومش مضاف لأي شيء عندك السبانخ أيضا حتى لو بتقول مثلا نسبة أسعارهم ما اتفاوت عن الطبيعي للعادلة شي بسيط جدا درهمين يحدد أوسر دراهم مقسمم يعني منتجات الصوية أي منتجات الصوية هاي بعد تعتبر من الأطعمة اللي فيها نسبة حلوة وسهلة ناخذها ورخيصة عندك التوت العضوية بعد ما في مثل ما تقول الأسعار ما تكون أسعارها عالية بس تكون فيه مضادات أكس دموطية جدا مثل ما تفضلت وقلت أنه يفضل أنه ناخذ الأطعمة اللي فيها مصاد مضادات أكس دموطية عشان أحافظ على تحسين وضائف الجسم وبصحة الجسم بشكل عام فهي كنها أغلب للصواتن والأغلب الأطعمة تكون عضوية ومتناول الأيدي أما بالنسبة للأسعار نحن قارن صراحة الأسعار بالنسبة للأطعمة العضوية أغلب المحلات ما في تفاوت في الأسعار بشي بسيط ومثل المعاكم إذا أخذ كميات محدودة مدة أسبوع وأنا حاولت أن أخذ هالكميات ما أكدسها أستخدمها من مدة أسبوع وما تكلف نوعين لكن إذا أخذ كميات وأخذ أخذ أخذ أغلب أغلبية أستخدمها وتروح أني تخترب مثلا في السلاجة يعني هاي يعطني طريقة الشخص في استخدام للأطعم العضوية وعلى أنواع الأطعم التي يأخذها ضرورية لحياتها جميل نحن شكري لتخذتنا فاطمة الخروصة على هذه الفقرة المميزة وأيضا نتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا شكرا شكرا مع السلام إذا كانت معنا فاطمة خروصة خصائية التغذية العلاجية في الصحة بدبي كنا نتحدث عن الأطعم العضوية يعني استثمار جيد في صحة عزيز المستمع لأن قد تكون هذه الأطعمة أسعارها شوية أغلى والله مو بشوية وائد أغلى عن الأطعمة غير العضوية بطبيعة الحال يعني أنت تبعد قدر الإمكان عن أي مادة ممكن تكون مضافة كيميائيا أو شغلة ممكن أن تأثر على جسمك بشكل أو بآخر من خلال الحفاظ على يعني الأطعمة العضوية وهذه أكيد بتقيك من الأمراض بشكل كبير مثل ما قالت فاطمة حاول أنك تتأخذ على قدك يعني الأطعمة العضوية التي تحتاجها على أساس أنها لا تتكدس عندك هنا هذه ملاحظة يقول المفروض توفير طبيب أسنان طوارئ في العيادات خاصة للأطفال المفروض يتم إصلاح أجهزة العيادات في أوقات غير الدوام طيب عطني تفاصيل عزيز المستمع وين كانت هذه المشكلة على المسج ولا ميرا إذا تقدرين تتصلين في المستمع اللي باثلنا المسج المسج يا أنا تقريبا عشر وسبع دقائق شو فيه الله يخليه ممكن أن تواصل معنا أخذ تفاصيل أكثر ببرعي يقول أهلا وسهلا بكم جميعا صباحك الله بالخير ببرعي هذه رسالة حق بعمر الأخيرة عموما نحن نتمنى من المستمعين الكرام أن يعني يلتزمون معنا بموضوع أن برنامج البث المباشر ينتهي الساعة عش تسع وخمسة وخمسين دقيقة وإن شاء الله عندكم ثلاث ساعات ويا أبو عمر هذه الساعة الوحيدة يعطونا إياها وخلونا التالفون شوية فاضي على أساس أن ممكن حد عنده استفسار عنده أي مداخلة عنده أي شغلة ممكن نحن أن نساعد لأن تذس سهلون حتى على المنسقين للبرنامج شكاويكم ويفرزونا بشكل سليم نطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل معكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا مستمعينا 600 551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 400 006 نأخذ مداخلة قبل أن نطلع على فقرتنا القادمة من بوحمد بوحمد صباح كالله بالخير الله بالنور شدروس يا أهلا تفضل الله كان عندي موضوع عشان عيادة المزهر على في الصباح واني جيني فالله طويل ودينا الحر وقيت لنا بعد شوية يمكن ثاني توجعني مع الحشوة نعم رحتنا قالوا لي لا ما يستوي ليش أجمعيو قال لا أنت ملفك في خوانيج الزين ما أنا ما في مشكلة زين دولة وحدة وبلاد وحدة لازم نصر خوانيج ومطر 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 والبهزلة هذا اليوم ما طاعوا ايه اليوم ما طاعوا خلها صراح عنهم روح خسوا بعد زين صرت الخوانيج ولا أكبر السنة أكبر ماطنين هذا اتخذية احتي لتعرع زين ما علي بوحمد لازم يكون حالة طائرة عالجون الواحد قالوا لا ما يستوي على الكونتر يعني شو طيب أنا بقول لك وهاي على الكونتر هاي بعد شو يمها في محض الأمر بعد نفس الشي قبل ثلاثة ايام ارغة ايام نعم يا الدكتور يا خلاص لا تسجلين بعد اوكي انتو قائلين الساعة كذا تعالوا عز عطي انتو عطوا المواعد كيف يا أخي نظموا مواعدكم نظموا عملكم الله يتولي بعماركم عشان الناس ما تشك عليكم زين أنا أسمعك الحين أنا بقول لك يعني في بعض الأشياء وكي أشرح لك إياها انت قرر بعدين إذا هذا الكلام اللي أنا أقوله صح ولا غلط زين نعم هذا بارك الله فيك الآن بالنسبة لي عيادات الأسنان اوكي الحالات الطارعة تعالج تماما ما حد يقدر يقول لك انت له تدخل كحالة طارئة حالة طارئة وبعدين عيادات الأسنان تدخل ووكن يسمونه يعني على طول من توصل تسجل وتدخل على الدكتور والله ما سجلت ما علي أنا بقول لك شغلة الحين ليش أقول لك هذا الكلام وتروح وين تروح على المكان اللي أنت مسجل فيه المركز اللي أنت تابع له لأنه عشان يرجع للملف يرجع للأمور هذه كفية وايد شغلات يعني إذا أنت مركز المزهر أقرب لك حول ملفك من الخوانيج إلى المزهر وبعدين المسافة مو بعيدة ما بين المركز هم ليش يمسوين هذا الكلام تنظيميا لأن عيادات الأسنان بوحمد عشان تدخل على الدكتور يشوفك الدكتور يغير لك الحشوة يسوي هذه تاخد تقريبا ما بين عشان ما أبالغ بقول ما بين 35 دقيقة إلى 45 دقيقة دعني أكملك بكمل لك أنا وياك أنا ليش بقول لك السيستم كيف ماشي على أساس أن بعدين أنت تحكم إذا المسألة صحة من يطلع المريض يحتاج الدكتور 20 دقيقة ينظف الغرفة يعقمها عشان إذا ما يكون فيها جراثي ما يكون فيها كذا زين في ناس بالنسبة للحشوات ليه كذا في مواعيد إذا كانت عملية جراحية أو شي في مواعيد يأخذونها مرة من المرات بوحمد اتصل بواحد نفس الموضوع يشتكي كذا 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 لما رحت سألت الدكتور قال لي محمود الطفلة اللي يابنها ما أخذلها موعد نعم عطيناها موعد بعد تقريبا شهر يانا على الموعد الطفلة اللي عنده زين اللي نسويه لعملية قلت له ما يستوي الدكتور يقول ما يستويه سويه للعملية لأنه ممكن تهدد حياته لأن المريضة الطفلة كانت كان عندها مرض زين مزجمة وشيء كذا وما يقدرون يخدرونها ولا يعطونها كذا لأن هذا الموضوع ممكن يسبب له نزيف وممكن يعني شرح للقاعدة الطبية في هذا الموضوع هذا واحد اثنين وايد مهم يا جمعة الخير أن ملفاتنا في مراكز الصحية اللي تابعين لها نروح للمركز نفسه أسهل لنا نحن كهية الصحة أن نحن النظم نعطيكم خدمة أفضل ليش إذا أنا مثلا ملثي في الخوانيج وسائرة عالج في البرش زين يعني بخربط السيستم اللي موجود وفي عندي أوردي مرضى وفي عندي سكاج والمعين هما قالوا لك ما بيعالجونك بوحمد قالوا لك ما بيعالجونك زين ما قلت له أنا بغي أنقل ملفي أنت أريح لك المزهر أنا بغي حين أساعدك أنت وين أريح لك الخوانيج ولا المزهر أبويا أنا ساكن بالورقة في الورقة زين تبغيني وين أحول لك ملف لشون عيادة في الورقة وفقون أحسن إن شاء الله يا رب بس عندك ندي الحمر قريب أنا التعب رايح رايح أسجلك في ند الحمر أقرب لك شو رايك وين قل لي أنت وين يناسبك بنقل ملفك للمركز اللي يناسبك في شو رايك كل واحد يعني كل ملك أنا نقول لما أخوانيج ألهم موعد وعيادة أصغر من العيادات هاللي حاضر المزهر أصغر من هذين حاضر بوحمد أنت وين وين ترتاح أكثر مركز في عندك ثنين موجودين عندك في المزهر وعندك ند الحمر أنا أشوف ند الحمر أريح لك خلاص إذا ند الحمر ند الحمر زي بخريم يتصلون فيك بعد البرنامج بس عطهم كل التفاصيل بوحمد زي وبينقلون ملفك لمركز ند الحمر ميرا حولي موضوع على الشباب واكتبين يبغي ينقل ملف بوحمد من الخوانيج ملف الأسنان من الخوانيج لند الحمر ماشي ميرا طيب توصينا على شيء ثاني بوحمد شكرا راضي الله يسلمك يا هلا طيب أنا طولت يا بوحمد لأن هذه شغلة وايد مهمة مسألة أن الواحد يلتزم بالمركز الصحي الذي هو تابع له أنا عندي هنا في السوديو أستاذ خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات صباحك الله بالخير عادة سامح نطولنا عليك بالعكس صباحك الله بالنور أخ محمود دائما نقول البرنامج للمستمعين يعني عندنا تقريبا ما الثلاث دقائق ما ندردش معاك ما نطلع فاصل وما نرجع نكمل معاك الحوار ولكن لأن الموضوع وهيد مهم أستاذ خالد هيئة الصحة بدأت مؤخرا بالشراكة مع مركز دبي للإحصاء تنفيذ مشروع المسح الصحي لإمارة دبي هذا المسح الذي يهدف للتعرف على الواقع الصحي في الإمارة التغيرات الاتجاهات التي طرأت عليه من عام 2014 لين يعني نهاية 2019 ولين 2018 لين اليوم عموما هذه كلها يعني على أساس أن نصل باستراتيجية جيدة توجهات أهداف نسعى من خلالها لتوفير ضمان صحي عالمي يحتذى فيه في إمارة دبي اليوم المشروع يعني بدأ بدأنا أعتقد من الأسبوع اللطاف نعم فنبغي نبذى عاما عن المسح ومدته والمستهدفين منه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا جميع الدول سواء كانت المتطورة أو غير متطورة تحاول قد المستطاع أن يعني تقيس وتتلمس احتياجات الشارع للخدمات الصحية وأيضا تقيس مؤشرات محددة رح نذكرها بعد قليل الهدف من هذا المسح الصحي اللي نقوم به في هيئة الصحة في دبي هو الحصول على بيانات صحية حول الوضع الصحي في الإمارة نعم وبعد ما نحصل عليه هذه البيانات نقوم باستخدامها لأغراض التخطيط للخدمات الصحية المشتقبلية وأيضا نحسن جودة الخدمات المقدمة لسكان الإمارة وتساعدنا في وضع السياسات الصحية وتساعد أيضا متخذ القرار في اتخاذ القرار في النظام الصحي حسب معطيات المسح الصحي وتساعد أيضا في بناء استراتيجيات صحية تخدم المجتمع وتساعد أيضا في ترشيد النفقات وتركيزها وتؤدي إلى التعرف على خارطة الأمراض المحدثة والمنتشرة في الإمارة كل هذه الفوائد تجنى من القياس ومن المسح الصحي الذي ينظم حاليا بالتعاون مع مركز دبي للأحصاء الباحثين والممرضين اليوم منتشرين في إمارة دبي بين فئات مختلفة بين الكبار وبين الأطفال بين المواطنين وبين الوافدين بين فئة العمال هدفنا أن ننشر المسح هذا بين كافة المجتمع للتعرف على احتياجاتهم ولا القياس لتحقيق الأهداف التي ذكرتها قبل قليل جميل طيب الهيئة راعت خصوصية وسرية البيانات في هذا المسح أنتم تستهدفون يعني عدد معين من العائلات تستهدفون العمور كثيرة نحن نبغي نوضح هذه المسائل بالنسبة لآلية العمل في هذا المسح متى تبددون متى تخلصون التوقيت اللي مخصصين للزيارات يعني كل هذه الاستفسارات اللي ممكن تمر على ذهن الواحد طبعا الفترة الزمنية المحددة للمسح هي من 6 فبراير لـ 31 مارس الشهر المقبل طبعا الباحثين والممرضين ينطلقون من الساعة 4.5 مساء ولحد الساعة 9.5 موضوع السرية موضوع المهنية هذا كله تم تدريب كافة هؤلاء الباحثين وعددهم 75 باحث وأيضا تم تدريب الممرضين على موضوع السرية وعلى موضوع اللباقة وعلى موضوع كيفية الحصول على البيانات وعلى أيضا سرية هذه البيانات هذه البيانات ليست للنشر وليست أيضا للتعرف عليها بشخص معين إنما هي بمجملها بيانات تفيد وليست بخصوصية بيان معين أو معلومة معينة الشيء الوحيد اللي خاص بالمرضى اللي ممكن هم يتعرفون عليه اللي هو قياس السكر وقياس السكر رح يرسل لكل من أخذ مننا عينة نتائج هذا القياس لتعرف إذا كان طبيعي أو لا سمح الله كانت هناك بوادر أو لا سمح الله هو مريض ولا يدري فهذه المعلومة رح توصل على الموبايل أما باقي البيانات فهي بيانات سرية لن يعرفها أي شخص لأنها غير محددة بشخص بذاته وإنما الهدف هو معرفة مجمع للبيانات جميل يعني أنتم بسوون فحوصات طبية أثناء الزيارات الميدانية هذه نعم هناك فحوصات اللي هي الوزن والطول وأيضا مستوى الخصر وأيضا ينظرون إلى ياخذون عينة من السكر كل فحص من هذه الفحوص لمعرفة مدى إصابة المجتمع بمرض السكر وأيضا موضوع السمنة وانتشارها وأسبابها وغيرها من هذه الأمور جميل أنا يعني عندي مجموعة أسئلة بس خلنا نشوف هاني يمكن يغطينا العديد من المحاور بمداخلتها تفضل يا هاني صباح الخير يعطيك العافية كيف حالي يا هلا يا هلا تفضل مثلا حابب لما أستاذ خالد يعطيك العافية أنه يعني كمان يحكي للناس أنه إحنا الممرضين تشوف دورهم في المسح هذا بالذات يعني لأنه في عنا كثير شغلات أجونات مثلا على الأسار بيسألوهم ليس تخذوا دم ليس تعملوا فحوصات هاني أنت ممرض معانا في الهيئة لا لا أنا مش ممرض لا أنا موضف أنا موضف في مركض تفضل أي تفضل بس يعني هاي كمان الأمور لأنه بيسألوا عنها شو يعني يسهل فائدة من أنه يقضي الضغط والمحيط الخسر و يخيصه عن دم ومتى يعني مثلا ممكن يحصلوا عن نتائجهم ولا ما يحصلوا عن نتائج الخرصات هاي ولا لا يعطيك العافية يعطيك العافية شكرا لك هاي شكرا لخاني طبعا الممرضين لهم دور خاص بالبيانات الصحية مثل ما قلت ضمن الأهداف اللي نسعى لها من خلال المسح هو قياس مؤشرات الأمراض المزمنة وأيضا قياس السكر لأن عندما قمنا بهذا المسح رأينا أن أكثر من جهة في الهيئة تستفيد من نتائج هذا المسح كما تعلمون هناك مركز للسكر وهناك أقصام لأمراض السكر يستعينون بهذه النتائج لتطوير الخدمات الطبية وتحسينها بالنسبة لهم وأيضا لتوسعة مدى توسعة الخدمات أو أنهم يزيدون إضافات عليها بناء على معطيات هذا الفحص فالهدف من أخذ عينة الدم هو تحديد نسبة إصابة الشخص بالسكر أو عدمه كذلك بالنسبة لمحيط الخصر أيضا المعرفة إذا كان هذا الشخص يعاني من السمنة المفرطة أو عنده مشاكل صحية الأخرى كذلك مدى تناسب الطول مع الوزن هذه كلها معايير يحددها الممرضين لمعرفة مدى إصابة هذا الشخص بأمراض محددة ليس الهدف هو يعني تضييع وقت الجمهور بقدر ما هو الهدف هو النتائج تكون دقيقة وتكون مفيدة لنا بعدين عندما نقوم بتحليل نتائج هذا البحث وسوف بإذن الله نقوم بنشر النتائج اجتباعا وفق ما ننتهي منها وسوف نطمئن إن شاء الله الجمهور على النتائج إن شاء الله تكون إيجابية وإن مجتمعنا بإذن الله يكون مجتمع صحي وأيضا فيه الكثير من الإيجابيات جاهكة عن بعض السلبيات الصحية التي سوف نتحدث عنها ونحذر منها جميل نحن ما نطلع فاصل سيد خالد من رد ما نكمل معاك طبعا لأن موضوع وايد مهم نبغي أكبر عدد من الناس أن يستوعبون أهمية المسح الصحي لأن يا جمعة الخير هذا المسح نحن عبارة عن نخلي الناس هم اللي يرسمون خارطة الطريق للخدمات الصحية في إمارة دبي كيف عقب الفاصل إن شاء الله نتواصل معاكم ونخبركم كلها المواضع فاصل وراجعي صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا 600 55 14 14 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 مستمرين مع أستاذ خالد الجلاف مدير دارة البحوث ودراسات وتحديل البيانات في هذه الصحة في دبي نتحدث عن المسح الصحي للسكان لكن نأخذ هذه المداخلة من بوحمد بوحمد صباحك الله بالخير صباحك الله بالخير لك محمود على خالد يا هلا تفضل الله بالنسبة للبسع السكان أتمنى بالنسبة الفئات التي هي أتمنى هناك قد تكون اللغة مشكلة موجودة قائمة كثير من الجنسيات موجودة لكن العمالة في الجنسيات نقول هي الأكثر يكون هناك بروشور موجودة الفئة هذه يفهم بعض الأمور المهمة من خلال بروشور بسيط وقدم لهم مثلا في عمالة أندية باكستانية وغيرها النقطة أو أن يكون متحدث إذا كان سكني للجاركات أو جدا في لغة ولغتين لأن بحالة وصول معلومة للشخص هذه تعاونة واهتمامة بيكون أكثر في موضوع الصحة يكون بروشور أول حد الأشياء المراد منها تقضية المش وثانيا إذا هناك معلومات تفيدها هو ممكن أن يستفيد منها في صحة العام النقطة الثانية تمنى تكون على مستوى اليوم اليوم المشكلة في قضية العمال في المطاعم والفئة المساعدة في البيوت لما تروح إجازة وماذا تقام التسارية ترجع قد هناك تلتقط بعض الأمراض السارية يعني في بعض الدول الأسيوية هناك السفل وهناك الأمراض كثيرة ممكن ممكن أنها جسمة يلي تم رسم بسيط إعادة فحص هذا الذي قص في المطاعم والفئة المساعدة التي في البيوت وتوعية الكفلة أول المطاعم أنني أحمي أسرتي والمطاعم تحمي أملاء جميل أشكري واسمحوا لنا شكرا لك يا أبو حمد بالنسبة للنقطة الثانية أعتقد يعني في في آلية عمل معينة في هذه المواضيع وأيضا مسألة النقل للعدوى والأمراض وهذه تنحسب لحسبة ثانية أبو حمد لكن على موضوع المسح الصحي أستاذ خالد أنا عرف أن أنتم عندكم الكثير من المشاركين في هذا المسح بالعديد من اللغات الموجودة عندنا والتي هي الأكثر استخداما في دولة الإمارات أبغي أبغي بس نوضح هذه النقطة حقه حمد بالنسبة للباحثين والممرضين يعني تمت مراعاة أن يكونوا من جنسيات مختلفة وأيضا يتقنون أكثر من اللغة وأغلب هؤلاء تم تدريبهم على عملية أخذ البيانات من الجمهور ولذلك تجد أن في المجمعات السكانية العمالية اللي يذهب إليها يكونون من الغير يعني ناطقين باللغة العربية وربما يعني تكون اللغة التي يستخدمها الباحث هي اللغات التقالو أو المليالم أو الهندية وهي اللغات السائدة بين فئة العمال يعني وأما قضية البروشور فبلا شك يعني هي يعني فكرة جميلة ولكن بكم لغة راح تطبعها وكثير من هؤلاء العمال ممكن ما يستطيعون القراءة ولكن الشرح الشفوي عند الحضور وعند التواجد في المجمع السكني يكون ربما أقرب لتوصيل المعلومة والبيانات لهم وهذا ما يتم شرحه يعني وإحنا الحمد لله ما نواجه مشاكل مع هذه الفئة لأنهم يعني مرنين وأيضا متجاوبين في تقديم البيانات ومنظمين للأمان يعني أنا في أكثر من فعالية حضرت لهم حتى أحيانا في رمضان كنا نروح مثلا إذا كان في أفطار جماعي ولا كذا ناس منظمين جدا أنا استغربت الصراحة كنت أتوقع أن يكونوا ممكن فوضويين يتبعون الإجراءات بشكل واضح تقولهم صف واحد صفين كذا يعني شيء منظم نعم الحمد لله أقلت لك يعني ما نواجه هذه المشاكل في هذه المناطق وبالعكس هم متعاونين وحتى المشرفين عليهم أيضا يتعاونون معنا في تهيئتهم قبل أن هم أصلا يكون التواصل معاهم قبل الحضور فيهيئونهم بلغاتهم أنه راح يجيونكم ناس يأخذون منكم عينات راح يأخذون منكم أسئلة فهذه كلها مرتب لها يعني جميل ذكرنا نحن المؤشرات اللي بتركز عليها عملية المسح لقياسها هم المشكلات الصحية أمور كثيرة يعني كل المعلومات اللي أنتوا تسعوا له هي معلومات مهمة لخدمة العديد من القطاعات في هيئة الصحة بدبي المسح قلنا بيساهم في دعم اتخاذ القرار وبهذا أنت عزيز المستمع تبني مستقبل وتخطط لمستقبل الصحة في إمارة دبي أبغي أشير لهذا الموضوع أستاذ خالد يعني عملية مشاركة الجميع وتعاونهم مع الدارسين يعني إذا ياك واحد ودق عليك الباب عفوا فريق العمل لأنهم فريقيون مبميون شخص واحد إذا ياك شخص واحد هذه فيها مشكلة حاسبوا يا جماعة الخير لأن مع أي مسح ممكن أن في بعض الضعاف النفوس يستغلون استغلال سيء فهذه نقطة لازم ننبه عليها ولكن التعاون مع هذا الفريق وايد مهم أستاذ خالد نعم بلا شك في البداية طبعا كل هؤلاء الباحثين والممرضين لديهم بطاقات تعرف بهم وبطاقات من مركز دبي للحصاء وأيضا عليها الشعار هيئة الصحة في دبي تعرف بهم أنهم باحثين من أجل المسح الصحي لعام 2019 هذا واحد ثانيا يعني نراعي أن يكون فيه ناس يعرفون العادات والتقاليد المجتمعية في قضية سحب الدم أن يكون هناك ممرضة بدأ ما يكون ممرض خصوصا بالنسبة للنساء كذلك مثل ما قلنا اللغة أنها تكون لغة بسيطة الأسئلة تكون الأسئلة يعني موضحة ومبسطة للجمهور لأن في النهاية نهدف إلى جمع معلومة تفيدنا وليس معلومة ما تفيد تفيد الشخص الذي أخذنا منه المعلومة أكثر مننا نحن لأن في النهاية أنا بعرف هل الخدمة التي أنا أقدمها هو راضي عنها هل المشاكل الصحية التي يعاني منها يحصل عليها خدمات كيفية مستوى الإنفاق الذي ينفق على الخدمات الصحية بالنسبة لكبار المواطنين أو ما يسمى بكبار السن ما هي احتياجاتهم فئة الذوي الإعاقل أيضا ما هي احتياجاتهم من خلالهم أو من خلال ذويهم هذه المعلومات ربما لا تتأت من البيانات المتوفرة في الحاسب الآلي أو في نظام سلامة المتوفرة حاليا لابد أن نأخذها مباشرة من الجمهور وإذا ما تعاونوا معنا ما نستطيع أن نقدم لهم الخدمة بشكل أفضل تطالبون دائما بخدمات أفضل نرجو منكم التعاون معنا في فتح الأبواب لهؤلاء الباحثين وتعامل معاهم بشفافية بشفافية المعلومات هذه سرية المعلومات هذه مهما كانت يعني حساسة إلا أنها تخدمكم في النهاية لن يتم نشرها هناك حماية للجمهور الكريم بموجب يعني قوانين الدولة بأن هذه البيانات لن يتم تسريبها أبدا وإنما سوف يستم يستخدمها فقط لغايات التحليل والغايات جمع البيانات لهدف الاستفادة منها في التخطيط المستقبلي جميل إذن هذه نقطة وايد مهمة مستمعين الكرام التعامل مع الفريق بشكل مهذب نستقبلهم نشوف ما يحتاجون المسح ياخذ وقت شوية أستاذ خالد أعتقد ما بين 30 لـ 40 دقيقة تقريبا ساعة ولكن هذه الساعة مثل ما قلنا فيها أسئلة وفيها أخذ عينة من الدم وفيها أخذ فحوصات وهذه تقدم لك مجانا وانت يارس البيت وانت جالس في البيت فحوصات طبية يطمنون عليه كذا يعطونك النتاج وانت يارس في البيت بالإضافة إلى الاستبيان الإلكتروني لأن الجماعة رايحين بألواح ذكية بتكون معاهم وياخذون فيها الإجابات إلكترونيا ميرا هنا في واحد كاتب أرجو الاتصال على هالرقم شوفي شو يبغي الله يخليت طيب ختام هذا اللقاء يعني شو المحاور أو الأشياء اللي ما تطرقنا لتبغي تذكرها يعني قبل ما نختم معاك سيد خالد قلت يعني كمجمل الموضوع أتمنى مرة ثانية من الجمهور أنهم يتعاونون وهم الردي يعني التعامل والحمد لله يعني ولكن أيضا التعاون لأنه لازل لازلنا في بداية المشوار يعني جدامنا شهر شهر ونص شهر ونص تقريبا أحنا هدفنا أن نصل إلى 2850 أسرة ما يقرب من 10 ألاف فرد من أفراد المجتمع هذين يمثلون عينة قياس لإمارة دبي بهذه المعلومات نستطيع أن نقدم بيانات مفيدة للحكومة بيانات مفيدة لمتخذ القرار في القطاع الصحي بيانات مفيدة لنا نحن أن نعرف وين وضعنا هل نحن تطورنا تحسننا خلال الأربع سنوات الماضية وهذا ليس بدعة نقوم بها نحن إنما كل المؤسسات وكل الدول في العالم مؤسسة الصحية فيها تقوم بذلك لغرض خدمة مجتمعاتها بشكل أفضل نسأل الله تبارك تعالى منكم جميعا أنكم تتعاونون قدر المستطاع وأنكم تقدمون المعلومة التي تفيدكم أنتم لا تفيدنا نحن جميل نحن شكرا لك أستاذ خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة في دبي إذن مستمعين المسح الصحي في إمارة دبي للسكان بدأ في تاريخ 6 فبراير يستمر إن شاء الله لين 31 مارس أمور كثيرة ممكن نحن نساهم في تطويرها وتعديلها وأيضا يعني التوجه نحو تقديم خدمات صحية عالية الجودة وأيضا تفي بالغرب اللي نحن نحتاجه فنكرر مرة ثانية تعاونوا مع اللي يشتغلون في فريق المسح الصحي لأن هذا فريق مشترك ما بين مركز دبي للإحصال لنوجه لهم يعني كل الشكر على هذا التعاون الكبير لما بينهم ما بين هيئة الصحة بدبي ويعني إن شاء الله يا رب منكم متواصلي معاه وكذلك في أخذ النتائج أول بأول ببرعي يقول أخي الكريم أتكلم عن نفسي عندما أراجع أي مركز من مراكز الصحة عند أبراز الهوية عرفوا أني آخر مركز اللي راجعت وراجعت فيه يعني وعن ما كنت أشكو منه والعلاج والعكس للبعض ليش السيستم أليس السيستم واحد ببرعي أنا ما فهمت السؤال يعني هل أنت تتكلم أنه ليش يعني ما يفتحون المجال لأن الواحد يروح أي مركز صحي يتحول على الكمبيوتر لا هي الفكرة وين ببرعي المراكز الصحية في المناطق السكنية موجودة لغرض الغرض الرئيس أن هي تخدم هذه البقعة الجغرافية ليش عشان نوزع إذا خلينا ما للمزهر يروحون الخوانيج ما الخوانيج يسيرون الورقة ما الورقة كل واحد اليوم أنا أمقرر أسير المركز هذا باتر بسير المركز فلاني باتر بسير المركز علاني ما بيقدرون يشتغلون صح أن السيستم يقدر يسحب الملف بسهولة ويوجه وكذا لكن أنت بتخربط آلية عمل كاملة في في مراكز الرعاية الصحية بتسوي عليهم لود يعني هم الجماعة حتى إذا 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 يقدر يمشي واحد ولا ثنين بس موب دائما لأن هي المسألة يا جماعة الخير النظام زين الترتيب زين أنا إذا ساكن في الخوانيج زين ياخي ما أبغي حد من البرشة يتعالج في المركز هذا ويسوي لي زحمه هذا المركز أنا أنا تابع له في فريجي في منطغتي ليش الناس من برعيون عرفت كيف لأن حاليا في مراكز صحية بعد نحن صاير فيها إعادة تأهيل مثلا فحولوا مرضى على مراكز معينة مثلا مركز المزر الآن صار عليه لود الجماعة فتحوا عيادات أكثر وكادر طبي أكبر حاولوا أن يوسعون في الخدمة على أساس يستوعبون هذا القدر وإن شاء الله يا رب أخبار طيبة بتيكم على مركز المزهر إن شاء الله في الأيام القادمة عموما نحن شاكرين لكم نتمنى لكم التوفيق والصحة والعافية ولا تنسوا تتعاونون مع جماعة وفريق عمل المسح الصحي نشوفكم باتشر بإذن الله حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة